بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مصعود البرزاني في منتجع صلاح الدين مع صفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر فرص نجاح الانتخابات المبكرة والتنسيق مع باقي القوى السياسية لتقديم شكل جديد من التحالفات والتوازنات السياسية فيما أبدى ملاحظاته بشأن الانتخابات المبكرة والقانون المقترح وذلك خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت اشتركوا في القناة